بسة طبعا رهم يعرفوا على من أتحدث ولكن لأنني أتحدث لكل جزائريين فمرات لازم نفصل قليلا الحديث أساسا هو على هذا اللي يسموه مو من الغالي وقال لي كثير من أو على أقل بعض النصادر اللي تكلمت معاهم وأخوتنا قالوا لي أنه يسموه في الحقيقة وسامحوني العبارة لكن هذه التسمية اللي ما شاء فيه تبسة يسموه مو من الرخيص لماذا؟ لأن هذا مو من الغالي أو الرخيص كما يسموه عن تبسة نهب المدينة نهب الولاية في تبسة وفي بير العاتر وما جاء ورهما دير عندهم معاجن يسموه معاجن المرجان نهيك على نهب للأراضي بلا حدود وأشياء أخرى دعونا نرى لمن لا يعرفه دعونا نرى الصورة هذا هو هذا اللي يسموه هموم الغالي بدأ بسيط بسيط جدا تلاعب طبعا كانت فترة تسعينات والتلاعبات إلى آخره أصبح عضو في البلدية ثم ولا هو ملفلان باش يكون في قائمة ملفلان ادفع تسعة ملايير سنتيم لجميعي ولكن جميعي لم يكن قادر باش يوصلوا فكل لازم يدفع أيضا مبلغ آخر وهو سبعة ملايير سنتيم لأولاد عباس سنحوني هنا ولد عباس مثلا في تسعة سبتمبر 2020 في بوق الخبر صدور أحماء أحكام في قضية أبناء ولد عباس والنائب طليب هذه القضية أساسا لعل البعض منكم تابحها كانت قضية بيع لقاوا عند أولاد ولد عباس عند أبناء ولد عباس اللي ره مسلون الآن اللي قال لك قراءة معا ميركل لقاوا عندهم عشرات الملايير يعني أنا ذاك كانت بعض المصادر تحطت على 300 مليار سنتيم من بيع المراكز داخل الولايات باش يولي DPT وكان لي مرات في فترات معينة كانوا باش يوليو دي سيناتور إلى آخره على حساب الله فكل ما كان تيدوليس كل ما يدفع أكثر هذا بالنسبة للانتخابات اللي يسموها منتع النواب وفي قضية سيناتوريول أو السيناتور هذيك أيضا عند حسابات أخرى وهو أن الأمين العام للحزب يعطي أوامر لرؤساء البلديات والمجالس الولائية باش يختاروا باش يكونوا دي سيناتور كل هذا كان يمر على ولد عباس خاصة على أبناءه بالمناسبة عنده واحد من أبناءه في فينزويلا وفينزويلا أعتقد أنها رفضت تسليمه يعني تخيلوا يعني أو البرازيل لا تذكر إذا كان فينزويلا أو البرازيل المحتمال الكبير هو فينزويلا اشترى إذن هذا الغالي اشترى منصب منتاعه بتسعة ملايير من عند الجميع وسبعة ملايير من عند أبناء ولد عباس قبل أن يشتري بهذه الأمور كان بدأ يبني في إمبراطورية كان بدأ يبني في إمبراطورية إمبراطورية الأعلاف الحيوانية والمعاجل يعني هذا اللي تسمى المطاحن عفوا اللي تصدر وتنتج المعجنات وتنتج إلى آخر وش يدير من بين باش نختصلكم موضوع شوية طويل لكن راح نختصر التفاصيل طبعا الدولة كما يقال قزينة العامة تستورد القمح أو تشتريه وتبيعه للمطاحن بأسعار مدعومة باش يوصل للمستهلكين بأسعار محسوبة ويتباع رقيف الخبز بثمانية دينار أو بعشرة دينار والسميدة إلى آخر هذه وجمعة المطاحن في الغالب العام يقدر ممكن تستثنى واحد في المئة منهم كبار لصوص هذه وجمعة المطاحن وكانت دخلة فيها لوائس ودخلين فيها ولاد القيد صالح ودخلين على حساب الأماكن في كل الأماكن تلقى جنرال يدعم جمعة المطاحن فيه تبسأ الجنرال اللي يدعم واللي يدعم بقوة الغالي هذا يسموه كان عقيدا مع الأيام كان رائدا إلى آخر لكن كان في المخابرات ويسمى الآن يسمى الجنرال معاذ وراه رقم اثنين أو رقم ثلاثة في جهاز المخابرات الآن ما هو اسم الحقيقي هذا الجنرال معاذ اسم الحقيقي هو السواعي زرقين طبعا ربما ما عدا قلة قليلة جدا من الناس اللي تعرف الأسم الآن يسمع اسمه يوجن لأن هذا خفافيش المخابرات والخفافيش أشرف منهم بكثير لأن صراحة بدون الخفافيش قد لا تستمر الحياة هذا اللي يتخباه ورا الأسموات المستعارة واللي الناس ما تعرفهمش إلا بأسم معين يقولك نبيل عقيد نبيل الكوموندون سماعيل الجنرال عقبة إلى آخره إلى آخره يحرصون حرص شديد ألا تخرج صورهم وألا تخرج أسمائهم الحقيقية لأن بمجرد على طريق التوفيق هكذا بندي عليه كي يخرج أسمو وصورته يعني تبان حقيقته ويبدأوا الناس يعرفوه العائلة وشكون لها خلينا نوري لكم في صورة هنا للأسف تبان صورة صغيرة لكنها ما عليش راح نحطوها لهم ندروا عليها تعليقات فيما بعد يقدروا الناس يدروا لها كابتير فرقة الموت بن عكنون 1996 هذه فرقة الموت راح نخذوه صورة والصورة خرجت طبعا أنا ذاك لا يعتقدوا الأمور تروح بعيد والصورة هذه خرجت في هذه الصورة أخذت في في جويلية في 1996 وفيها كل أسماء أو عدد من أسماء بعضهم قتل أو مات أو أصيب بالجنون وبعضهم وصلوا إلى رتبة جنيرالات بما فيهم ناصر الجن مثلا عبد القادر حداد وبما فيهم هذا معاذ اللي حتى 2012 مثلا في 2013 في قادر تيغون ديو تيغون تورين كان رائدا وبونويري يتحدث عليه يقول لك جاء جنيرال اسماعين وجاء عبد القادر حداد العقيد نظن أنا ذاك قال العقيد أو الرائد عبد القادر حداد والرائد معاذ لكن الآن رهي اليوم جنيرال كيلي سموه سواحي زرقين وهو الأسم الأدق في اعتقاده هو سواحي مش سواحي والمدعو الجنيرال موحب يعني في الفترة القادمة إن شاء الله راح يخرج له صور تاعه وكل شيء هذا هو اللي هو رقم اثنين أو ثلاثة في المخابرات هذا هو الحامل الرئيسي الآن أنتع كبار اللصوص وكبار المفسدين في تبسة طبعا المفسدين في تبسة خلينا نذكر لكم بعض الأسماء ونعودوا نرجع لهذا غاني الغالي هذا مو من الغالي كين محمد منعي أمين عام مكتب وليت تبسة الإرندي محفوظ بوسبوع سيناتور ورجال من رجال المال الفاسد زرقاوي مسعود طبيب وبرلماني بدر الدين سالمي الجاهل رئيس المجل الشعبي الولائي لولاية تبسة حمزة توات من مخبر للشرطة السياسية إلى مقاول ومن ثم رئيس المجل الشعبي الولائي لولاية تبسة بدري من ناس رجل المال الفاسد بولاية تبسة وبالتحديد دائرة بيرل عاتر وحاليا في حالة فرار عبدالله من ناس أخوه المكننج حيش من بيرل عاتر رجل المال الفاسد والتهريب الدولي لكل البضايع القربوسي سعد القربوسي مليك خذيري عوايشي عبد الرحمن عوايشية من بين أهم اللي يحميهم هو الجنرال السواعي زرقين المدعو المدعو معاد الجنرال معاد باش نرجعو لهذا المومن اللغاء لهذا عنده مطاحن بهذه المطاحن يجيب القمح بالسعر المدعو يدخل هذا القمح على أساس يطحن ويعود يبيعو سميد أو يبيعو فارينة إلى آخرها عندهم حاجة يسموها الاسترجاع الاستخلاص هذا الاستخلاص بمعنى أنك من كل قنطار قمح تخرج منه 75% يا سميد يا فارينة تقدر تخرج 25% نخالة لكن وش يدير هو بدل ما يخرج 75% سميد أو فارينة ويخرج 25% خالة يخرج 25% سميد أو فارينة و 75% خالة لماذا؟ لأن أن خالة يبيحها أغلى سعر السميد والقمح محدد معروف أن خالة يبيحها هو ويتحكم في السعر وفي السوق ولذلك لما تلقوا ارتفاع أسعار اللحوم سواء الدجاج سواء العبقار سواء الغنم سواء قضية الأعلاف الحيوانية هذه مسيطرة عليها مجموعة طلوبيات في الشرق أساسا وخاصا في تبسة مسيطرة عليها هذا مو من لغالي فالموالين هذوك مساكن أو يبيعوا أو يربوا الجاج أو يربوا الأرانب أو الطيور أو مضطرين لشراء بأسعار مرتفعة جدا نخال المفروض سعرها ما يفوت 1500 دينار الموجهة للاستهلاك الحيواني وهو وصلي بيحة للقنطار وصلي بيحة 3000 دينار 300000 إلى 400000 في فترات معينة تجاوزت إلى 500000 خاصة فترات الندرة خاصة في فترة من أموال الشعب من القمح المدعم يخرج آلاف الأطنان من انخالة يبيعها بأسعار مرتفعة جدا يتحكم في السعر كما يشاء ويدخل سنويا منها فقط يدخل سنويا مئات الملايير أما سميد والفارينة والطرافيق في السميد والفارينة والطريقة اللي يباع بها للمصانع وللمخابز هذي حدث ولا حرش لم يكتفي بهذا في قبل سنوات خذى أرض زراعية في عين زروق خذى 30 ألف متر مربع وهي أرض زراعية ممنوع تحويلها الأرض الزراعية القوانين في الجزاء تقول أن الأرض الزراعية إلا في الحالات اللي هي لمشاريع عامة اللي ممكن الدكلاسة كما يسموها الدكلاسة من أرض زراعية إلى أمرأ دكلاسة ولو 30 ألف متر مربع بجوار القطاع العسكري اللي تبسها في طريق سنتينة في منطقة سماعين زروق على أساس ينشئ فيها مصنع للمشروبات الغازية المشروع لم يمشاش إلى آخر من بعد زادوه 30 ألف متر أخرى دا 60 ألف متر من أراضي فلاحية ضد القوانين المعمول بها عدم تحويل أراضي زراعية إلى أراضي عمرانية أو صناعية إلا ما تعلق بالمشاريع الحكومية أو الدولة ضد قانون ليمنع أن تكون هناك مصانع بجوار هذه الثكانات والقطاعات العسكرية ضد خاصة في هذا المكان بالذات تفوت عليه تفوت عليه المياه تفوت عليه الجعب المياه اللي بومب دو اللي غدوا المدينة بالمياه فالمفروض ممنوع أن مفروض يوضع فوقها فالجعب من تحته مع طاول الأراضي هذه جزء من الأراضي هذه مرة عليها هذا الجعب ليمر عليهم الماء هذا هذا السيد اللي تفع ملايير كل مرة وخاصة بشيوصل السيناتور ورح السيناتور الآن بالمناسبة دار كادر خدمه في الطرك كين يقولوا بوزن 25 كيلو كين يقولوا 35 كيلو جرام ذهب لبوتفليقة للعهداء الخامسة ولكن في الحقيقة رانا في العهداء الخامسة الآن كل هذا الأصناف اللي ركم تشوف فيهم 90% كانوا معبود في اليقاء وكانوا في هذه العهدات لكن بطبيعة الحال سقطت العهداء الخامسة وسقط المشروع لكن هو استمر بالرغم من وجود مجموعة من الأحكام غرامات مالية مرتفعة جدا مجموعة من الأحكام بما فيها أحكام بالسجن ولو كان اللي يحميه كان هو واحد يسمونه قادري كان هو وكيل جمهورية هناك في تبسها يقوم بحماية حماية كاملة لكن قادري هذا قبل فترة حوله القسنطينة والآن رمعاود حوله السقهراس كعقوبة في إطار الصراع قبل أن يحدث ذلك وقعت صراع صراع كبير كادت أن تتحول إلى حرب أهلية لعلكم تتذكرونها قبل سنوات ما بين واحد يسمى بيبي بعلوج وهو من عرش مختلف لمومن الغالي وطبعا تبسة وخنشلة وباتنا تتميز خاصة بالعرشية اللي هي موجودة بقوة هناك فجمعت البيبي بعلوج البيبي بعلوج هذا دخل معهم مومن الغالي ويبدو أن مومن الغالي حرّض على هذا بيبي بعلوج باش حرقوله المصنع ومصنع يوكوس وقعت إصابات خطيرة وتم إطلاق النار وقضية طويلة يعني كانت أنا ذاك ذكرت فيها كل هذه القضايا نعم الأنبوب هو أنبوب محطة الضخ بعين الاستثمارات هي شركة المرجان الذهبي وطبعا هذه كلمة المرجان الذهبي تجدونها في كل المكان هناك وأشياء أخرى كثيرة حبيت فقط إذا شئنا نبدأ ببعض الملفات انت هذا الشخص اليوم في انتظار نعود إلى ملفات أخرى له ولغيره لأن تبس هذه وبير العاتر وما جاورهما وشريعة وما جاورها يعني راهي لغونغستير انت الوستير الأمريكان اللي كانت في القارة السابع عشر والثامنة عشر يعني وحد الضرم كلما بتعت هو الضرم موجود في كل مكان لكن كلما بتعت على العاصمة كلما وجدت نهب رهيب مافيا متوحشة كوارث ليس لا هدود حتى في العاصمة وفي جوار هكين هذة الأشياء لكن طبعا في الأطراف خاصة في الشرق وفي الجنوب لأن الغرب مغلق لحدود الغرب أيضا في أطرافي كبير لكن خاصة على دروغ من جهتين لكن من الشرق ومن الجنوب مافيا وبارونات وأباطرة تدمر الاقتصاد تفكر المجتمع تقهر الناس تشتري الذمم هذا مهم الغالي اللي يقف بجنبه في البداية يبدأ بالإغراء إلى ما مشاش مع الإغراء يبدأ الترهيب وتبدأ العصابات وتبدأ الحوادث وتبدأ تكسار السيارات أنت عن الناس اللي ضده أو تهديدهم باختطاف أبنائهم أو اغتصاب أبنائهم أو اغتصاب نساءهم أو قصص كبيرة وهي الناس في الشارع تبسي يعرف هذه الأشياء ويعرفها بشكل واسع إلى أين تذهبون إلى أين تذهبون ترجمة نانسي قنقر